بالمناسبة بالمناسبة كل لعبة منتخم مصر اللي كانت مع كالوس كيروش في كاس النقوم الأفريقية وفي البطولة العربية اللي تعلقوا جدا في البطولتين مع فرقهم ما قدموش أصلا مستوى وبالتالي وبالتالي ما تقايمش أبدا اللاعب اللي انت شفته في فرقة أو في الاتين أو تلاتة الأيام اللي فاتت ديت على مستوى المتوقع مع المنتخب ليه؟ ده شغل مدرب بقى الراجل ده بيعرف يطلع من اللاعب اللي هو عايزه الراجل ده بيعرف يطلع من اللاعب أحسن حاجة عنده فما تحطش في اعتباراتك أصلا فولان مستوى قليل هو أخده ليه؟ ده قال جدا من بعد كاس الأمم يا سيدي هو هيعرف يخليه كويس ما هو الدانا الأمارة في كاس الأمارة الأمارة هو الدانا الأمارة إيه هي الأمارة إنت حضراتك كنت متوقع أن عمر كمال عبد الواحد يعمل المستوى ده؟ هل حضراتك كنت متوقع أن محمد عبد المنم هيعمل المستوى ده؟ هل حضرتك كنت متوقع أن مهند اللاشين ده يبقى موجود في مباريات مهمة في كاسر الأمور الأفريقية هل أنت كنت متوقع أن مرار الحمدي ممكن يبقى ديه دور في المنتخب كل ده الراجل إدى بيه أمارة وقبل يوم طبعا عمر مرموش وخلافه الراجل إدى أمارة أنه يعرف يستخدم أي لعب ويعرف يخليه طلع أحسن ما عنده فالدعم الدعم ده للسادة المشاهدين وجمهير الكورة وبصراحة أنا هنصح نفسي وهنصح زملائي وهنصح السادة المحللين لو لايه النصيحة طبعا ما كل واحد كلنا بننصح بس يعني هما فيه أساد زكبار وفيه إخواتنا صغيرين يعني إحنا في النهاية كلنا بنساعد بعض بالنصيحة نسكت شوية نسكت دي مش كلمة مش كويسة نسكت إنه صمت صمت أيام من الصمت أيام من الصمت القليل بعد ما نعدي المباراتين اللي عايز تكلم يتكلم اللي عايز يزعل يزعل واللي عايز إن شاء الله بإذن الله يفرح ويبالغ في الفرحة يتفضل براحتك بس نعدي المباراتين ببساطة يعني ببساطة لو سمحتم والله أرجوكم على فكرة الحاجات دي بتستفزني وبتستفز حضراتك وبتستفز الناس كلها إنه نبقى إحنا رايحين الناس دي مركزة والراجل ده يعيني عمال بقى يلف على التدريبات ويلف على المطشاط ويدور على لعيبة وإنت حراك عمال تهاجم لعيبة وتنتقد لعيبة في الدوري ولما هي هو يجي ياخدهم تقوله أصل إنت ما بتعافش تدرب أصل إنت عاش تعمل أصلا كان المستوام مش كويس له هايحس المستوام إن شاء الله يعني فتلاقي الراجل ده المفروض يسمع ويرد على الناس واللعيبة اللي عمال يتقلب على السوشيال ميديا طبيعي يعني إحنا في أصول متطورة يعني هتشوف أصلي إيه ده هو خد فلادي الفنان ليه هو عمال يسكرول كده بيشوف الصفحات لقي نفسه عمال يتشتم ويتهاجم وينتقد هو داخل يلعب مباراة مهما زي دي طب بزمتك هيروح يركز في المباراة ويركز في الراجل اللي هيلعب عليه ولا غصب عنه ممكن يروح مع كلامك فكلهم ليهم الدعم خد بالك ما أنا زي زيك أنا لما قيمة منتخة مصر هتعلن هستغرب لعيبة انضمت وهستغرب لعيبة مش موجودة بس على دوق تفكيري وعلى دوق رؤيتي وعلى دوق نظريتي اللي مش كاملة لكن الراجل ده وجهازه الفني شايفين نظرة كاملة للعبين يعني هو عارف اللعب يتضرب إزاي هو عارف اللعب هيبقى في مكانه في طريقة اللعب عاملة إزاي هو عارف إن اللعب ده هيبقى تأثيره عامل إزاي الخططي والفني ممكن يبقى تأثيره لدقايق فيه تفاصيل كثيرة جدا بتبقى عند المدرب والجهاز المعاون حرك كنت معجب جدا باللقطة بتاعت محمد أبو جبل وهو وحايت على الإزازة الإحصائيات وبسد ضربات الترجيح ما دي حاجات علمية حضرتك ممكن بنظرة عادية هتقول إيه لا أصلا محمد أبو جبل ما ينفعش المنتخم مصر طيب لما الراجل طبق عليه شكل علمي وجاب الستاتيستيكس والأرقام وشاف الأرقام اللعيبة المنافسين هيلعبه إزاي فالراجل نجح نجح باهر ده شغل المدرب عمرنا إحنا ناس عادية إحنا منحب الكورة وكلنا منفهم في الكورة ده حقيق يعني مش إسقاط كلنا منفهم في الكورة عشان ما حدش يقول لك يا ستة مش فاهم لا إنت فاهم وأنا فاهم كلنا فاهمين بس فيه تفاصيل عمرها ما هتكون عندك ولا عندي هتكون عند المدرب هل حضرتك مثلا روح تتبع تدريبات الفرق زي ما هو وجهزه المعاون عملوه لا طبعا هل حضرتك شفت كل المباريات الدوري لا إنت هتكون بتشوف مباريات فريقك غالبا يعني وممكن مباراة تانية يعني إنت لو مشجع الهلاوي بتفرج على مطشط الأهل لو مشجع زمالكاوي هتفرج على مطشط الزمالك اسمعليوها كذا ممكن تتعدي عليك مباراة تانية لكن هل إنت شفت كل المباريات الدوري أكيد لا أو غالبا لا فهو الراجل بيبقى شايف كل ده طيب بلاش تقييمك أنت لللاعب بيبقى إيه أنت مثلا ممكن تقيم لاعب على أساس أنه باصة كان باصة مش كويسة يعني هتديك مثال هتديك اسم عشان الاسم ده مع لهوش خلاف فأنا هتدي المثل به عمر السورية عمر السورية في كاس العرب كان أفضل لاعب في منتخم مصر عمر السورية في كاس العرب الأفريقية كان واحد من أفضل اللاعبين مع منتخم مصر هل هو مثلا مثلا عشان المباراة اللي فاتت للنادي الأهلي قدام سانداونز ما كانش في حالته الفنية الكبيرة اللي متعودين عليها من عمر السورية هيجي الراجل يقول لك لا أنا خلاص أنا كده مش أخد عمر السورية أكيد لا أكيد لا أكيد الأضواء اللي هيعملها عمر السورية كثيرة جدا مع منتخم مصر في المورتين الجايين أكيد فأنت ممكن تبص على لقطة على مشهد على تمرير خطأ للاعب على تصويبها جلت من لاعب فتقول لا اللاعب ده ما ينفعش لكن هو بيبص اللاعب ده هيلائم مين اللاعب ده معدلات جارية عاملة إزاي اللاعب ده هيغطي على مين اللاعب ده هيشوت إزاي في أوقات معينة اللاعب ده في الركنيات هيبقى عامل إزاي هيبقى موقعها إيه في الركنية سواء ليك أو عليك اللاعب ده البصات بتاعته الطويلة عاملة إزاي البصات القصيرة بتاعته عاملة إزاي كل الحاجات دي بيبقى حاطتها المدرب بتاع المنتخب قدامه أو أي مدرب ده بيعرف يعامل ده ده بيعرف يععمل ده بيعرف يعمل ده بس مش مشكلة بيعرف يعمل ده بس مش مشكلة فعنده 8 حاجات من العشرة بيعرف يعملهم معايا في المنتخب انت بقى ممكن تبص على الحاجتين اللي هو اسطى بعيدهم تقوله تقول لا لا ازاي ده ما reinsينفى يخش المنتخب طبيعة على فكرة انا برضو مش تاني و الف هو ابدا مش اسقاط ابدا هو عشان دي شغلانته هو حضرتك انت لو انت بتشتغل اي شغلانة حضرتك مثلا لو انت دكتور شوف انا اجيبها لك اوا هو احنا مش كلنا لما بيجينا صداع بنخش ناخد سبرينا وخلاص بس هل بقى احنا عارفين الصداع ده ايه اصله وفصله عارفين جي منين ولا ازاي ولا ليه لأ انت اخرج هتاخد سبرينا بس الدكتور بس هو اللي يبقى عارف الصداع ده جالك ازاي وفين وهيتكرر تاني ولا مش هيتكرر تاني وهيبقى عنده كل التفاصيل ففيه شغلنات هي هو متخصص فيها دي بتاعته هو بس بتاعته احنا نفهم نفهم في الطب ونفهم في الهندسة ونفهم في التجارة ونفهم في الصناعة ونفهم في العربيات ونفهم في الشؤق نفهم في كل حاجة بس من عالسطح كل واحد فينا كل واحد بحسن مواهب وبقى والحاجات المهتمة بيها بس من عالسطح لكن التفاصيل كل واحد وشغلانته فدي شغلانته نمشي غراه بقى لحد ما نشوف هيعمل ايه في شغلانته بكل بساطة ده فيما يخص منتخبنا الوطن